أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وحيكم أيها السادة المشاهدون أجمل وأطيب وارق وأنقى وأنبل تحية وأقدم لكم المنتدى الديمقراطي لهذا اليوم من قناة الديمقراطية في لندن وضيفي لهذا اليوم هو كالعادة المعارض السوري الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن وقبل أن أعطيه الكلام أنا كرجل محايد جالس على هذا المنبر وهذا البرنامج أود أن أحيي الشعب السوري بمعارضته الطيبة وموالاته الطيبة أيضا أنا لست في صدد أن أتكلم على الموالاة والمعارضة لكن أريد أن أقول لهم لا تبيعوا قضيتكم بالثمن البخس أنتم مناضلون والمناضل يجب أن يكون قدر المسؤولية المناضل يجب أن يكون بالمرصاد للمواقف السياسية والمواقف السياسية يجب أن يكون لها هو الذي اختير لهذا المنصب ولا أريد أن أعلق أكثر أترك الكلام لأخي الأستاذ أبو الطيب زهير سالم تفضل أستاذ زهير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي نبيل يعني إحنا في خلال ثماني وأربعين ساعة استرد بشار الأسد كما يقولون روحه وعزيمته نتيجة المبادرة الروسية التي تلقفها الغرب وكأنه وجد مفتاحا ضائعا في هذه السحرات ماذا قدمت المعارضة للشعب السوري نحن نتحدث الآن أنا الذي يجري على الأرض خلال ثماني وأربعين ساعة الماضية كان هناك تصعيد عسكري رهيب في قصف كان القصف على حلب على مستشفى ميداني في منطقة الباب كان هناك قصف بوتيرة عالية على أكثر من منطقة سورية صبحنا اليوم باستعمال محدود أيضا للغاز في محي جوبر الدمشقي مرة ثانية تأكيدا على أنه ماض في مشروعه في إبادة الشعب السوري هذه الثمرات التي يقطفها اليوم الشعب السوري نتيجة المبادرة الروسية أنا لا أعتبرها المبادرة الروسية هذه مبادرة أسدية قدمها بشار الأسد إلى إسرائيل ولم تقدم إلى أي جهة أخرى وكل من ينظر إليها على أنها ليست كذلك هذا يستطيع أو يحتاج إلى أن يعود إلى ألف باء السياسي هذه مبادرة تم طبخها بين دمشق وتل أبيب بوساطة وسطاء على أن تقوم تل أبيب بعد ذلك بالشفاعة لبشار الأسد وقال لهم نحن نتخلى عن السلاح الكيماوي وهو سلاح استراتيجي كان في الأصل بيد الشعب السوري الذي أريد أن أقول بأن اليوم يسترد خلال 48 ساعة الماضية عاد المشهد الآن المجتمع الدولي مشغول بحريق مصطنع حريق تحت التجربة صنعه الروس والأمريكان وهم مشتغلون به وعاد المشهد إلى تصعيد في وطيرة القتل تصعيد في وطيرة التدمير تصعيد في وطيرة إبادة الشعب السوري والناس كلها الآن غافلون عما يجري على الأرض السورية هل تخليتم عن الكفاح؟ أنت سألتني ماذا قدمنا أو ماذا تخلينا يجب أن أميز هنا بين الثوار الأبطال قادة الكتائب قادة الألوية أفراد الجيش الحر الذين يرابطون في الميدان بكل قوة وبكل شموخ وبكل عزيمة وبين قيادة معارضة التوفيض أنا أراقب هذه المعارضة السياسية بكل قياداتها هذه المعارضة السياسية أنا أحببت أن أسميها الآن قيادة التفويض هي فوضت أمر الثورة السورية إلى الغرب فوضت أمر الثورة السورية إلى أمريكا فوضت أمر الثورة السورية إلى الدول الأوروبية وجلست تنتظر نتائج التفويض كل ما أستمع إلى واحد منهم قد خرج على شاشة من الشاشات هل أنتم مستعدون أن تبيعوا القضية السورية في مؤتمر جنيف 2؟ يعني لا أحد يقول أنا سأبيع ولكن البيع أحيانا يتم دون أن يقول الرجل أن سأبيع قالوا قد يتم البيع بألفاظ الكنايات ولذلك الآن هؤلاء الذين نحن اليوم في اليوم الحادي والعشرين من جريمة الإبادة التي وقعت في غوط الدول الإعلام الغربي والإعلام العربي كله يقول أن المعارضة السورية ستبيع قضيتها في سوق النخاسة في جنيف ماذا تقول؟ أنا لن أقول بما يقولون سأقول بطريقة أخرى أسأل الشعب السوري أسأل الثوار السوريين بعد 21 يوما من معركة حرب الإبادة التي فرضت على الغوطة لم يعد يسمع الشعب العربي والشعب السوري من المعارضة السورية لم يعد يسمع قولوا ما هو رأيكم في المبادرة الروسية أو الأمريكية يعني على صعيد البيانات قالوا نحن نريد أنا أطالب بردود عملية ما هو رد المعارضة السياسية السورية على جريمة حرب الإبادة التي وقعت في الغوطة غير البيانات وغير الخطابات وغير الحديث على التلفزيونات هذه معارضة خطفت قرار الثورة السورية وخطفت قرار الشعب السوري وخطفت القرار السياسي لهذه الثورة الآن عندما يتكلمون هم الذين يحق لهم أن يتكلموا باسم الثورة ويحق لهم أن يتكلموا باسم الشعب السوري ولكن ما هو جوابهم على معركته أنا سأضرب مثل واسمح لي أعطني قليل من الوقت المثل المهم أنا أنت أضرب لي مثل بس أنا لا أقتنع بأي كلام تقوله لي أن تقنع الشعب السوري أنا لم أقتنع بأي كلام تقوله المعارضة السورية دعني أضرب هذا المثل إحنا بالأمس كنا نعيش ذكرى الحادي عشر من سبتمار الجريمة التي وقعت على الشعب الأمريكي راح ضحيتها ثلاثة آلاف إنسان الولايات المتحدة بالأمس تحتفل في الذكرى الثانية عشر السنة الثانية عشر للحادث الأليم وفاء لدماء شهدائها نحن طبعا بين جريمة الحادي عشر من سبتمتر والحادي والعشرين من آب بينهما نسب كيلتاهما أودت بحياة أعداد كثيرة من البشر يعني جريمة الغوطة نصف جريمة البرجة بالنصف لكن تفترخ جريمة الغوطة أنه ثلث عدد ضحاياها من الأطفال تحت سن العاشرة بعد اطمع السنة ما تزال الولايات المتحدة تتذكر وتقف وتحتفل وتتكلم وتراجع كيف ردت الولايات المتحدة على هذه الضربة الحمقاء العشوائية الجاهلة ما تريده بصفها على البرجين كيف ردت كيف كان ردها العملي كيف كان ردها في أفغانستان كيف كان ردها في العراق كيف كان ردها حول العالم الولايات المتحدة تلقت ضربة تحت الحزام فردت بضربات عديدة تحت الحزام حتى على الأبرياء الذين لم يكن لهم يد في هذا الذي جرى أسأل المعارضة السورية وقد تلقى الشعب السوري ضربة تحت الحزام رأينا أطفالنا كفراخ الدجاج كفراخ القطى يفرون بين أيدينا أين هو رد الذي يريد أن يجلس على الكرسي ويقول أنا قائد المعارضة حياء الله بارك الله له في هذا الكرسي نحن لا ننازعه هذا الكرسي نحن الآن بعد عشرين يوم نسألهم يجب أن يكون قدر المسؤولين أين هو الرد نحن لا ننازع أحدا لا على موقع ولا على كرسي ولا على مسؤولية ولا على قرار بورك لكم وبورك عليكم الآن هناك مقتضى أين هو الرد الآن الروس بعبثية صغيرة حولوا المعركة حولوا المعركة ألقوا الكرة بعيدا وأخرجوها من الملعب وجرى الأمريكي والبريطاني والفرنسي وراءها كل له سبب أما نحن أصحاب المسلح الحقيقية داخل هذا الملعب اليوم عندما يطالعنا المواطنون من حي جوبر الدمشق ونرى الصور بأنه قد تم استخدام الكيماوي عندهم مرة أخرى السؤال عند من يتوسد قيادة الاعتلاف من يتوسد قيادة الأركان من يتوسد قيادة أي هيئة من هيئات المعارضة السورية ما هو الجواب؟ كيف يمكنك أن تتعامل؟ هل أنت من الذين ينتظرون؟ وأنت القائد على وراء الفضائية ماذا سيقول أوباما؟ أو كيف سيصرح بوتين؟ أو ما هي نتيجة اليوم؟ اليوم اللقاء الذي سيذور بين لافروف وبين كيري في جنيف؟ ما هي نتيجة هذا اللقاء؟ أو أنت من الذين يناط بهم أن تصنع لهذه الثورة قرارا وتدع هؤلاء الناس بوتين وأوباما ولفروف كل هؤلاء يأخذون منك ويرغون عنك ويتساءلون عن موقفك هذا الذي نريده للثورة السورية لا تقولوا نحن ضعفاء الشعب السوري ليس ضعيفا لا تقولوا نحن لا نستطيع أنتم لا تريدون وإذا كنتم لا تريدون أن تقودوا هذه الثورة بحق فالأكرم والأجمل والأتقى لله سبحانه وتعالى أن تنزاحوا من طريقها وأن تتركوا لأبناء الثورة أن يعبروا عن أنفسهم أبسط احتجاج يقدمه أبسط احتجاج يقدمه قائد الأركان ولا قائد الاعتلاف على هذا الموقف الأمريكي المخزي وعلى هذا الموقف الغربي المخزي وعلى هذا أن يقولوا لهم نحن استقلنا ولم يعد لنا علاقة بهذا الذي تدبرون لأن هذه الهيئات تم تدبيرها لتكون كما تقول أنت تم تدبيرها لجرها من خطامها لتذهب إلى جينيف لتوقع هناك أن تتسألوني هل تبيعون القضية الشعب السوري لا والله لا أنا قلت لن نتنازل عن قلب بشسع نعلك ليب هذا في تاريخ البسوس نحن نقول والله إن حذاء طفل واحد من أطفال سوريا من شمالها إلى جنوبها لا يمكن أن نقتضي له ثمنا هذا أمر الآن يجري على الساحة السورية هذا تاريخ تاريخ يصنع وجواب التاريخ تاريخ الرجال هم الذين يصنعون أما هؤلاء الذين يتسلقون المسؤوليات بأي طريقة كان هذا التسلق هؤلاء عليهم أنا أناديهم أولا بأن يتقوا الله بهذه الثورة وأن يتقوا الله بهذا الشعب الآن أخي النبيل ملايين الأسر في شوارع وفي أحياء وفي مدن سوريا لا معيل ولا مساعد ولا مساند الناس تنازلت عن كل شيء مقابل أن تحصل على العزة والكرامة ثم لا نسمع ولا نجد إلا أناس يترددون بين الفنادق وبين المقرات دون أن أقدم شيئا حقيقيا أنا كمحايد كرجل محايد وعندي برنامج أقدم ومن خلال هذا البرنامج أقول لو كنت أنا سوريا ولو كنت انتخبت في المعارضة لقلت لهؤلاء الروس والأمريكان أخذوا أوراقكم واخذوا مؤتمراتكم ونحن لسنا معكم ونحن مع أبناء شعبنا الذين قتل أطفالهم في ونحن لسنا مع أموالهم ربنا سبحانه وتعالى عندما قال عن أسرة صغيرة من زوجين أخي بلكم راح اتدمر بلكم اتدمر شعبكم انقتل شعبكم كل السفر خارج سوريا ماذا تنتظرون اسمح لي ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم طيب يا سيدي أنتم تأتوا لنا لهذه الثورة بقوامين عليها من هنا ومن هنا ومن هنا مقابل إيش مقابل إيش مقابل إيش ترضقون مقابل إيش تنتظرون لا لا فروف ولا كيري ولا غيره لم يقدموا شيئا حقيقيا لهذه الثورة مقابل إيش ننتظرهم مقابل إيش نستمع إلى تعويذات بانكيمون هل بشار الأسد يلتزم بتعويذات بانكيمون بانكيمون هذا الذي صنع لنا كل هذه الفضائع الآن يخرج علينا ليلقي يقول والله الفضائع والفشل طيب أنتم الآن حتى الآن هؤلاء المعارضين هل ينتظرون الأخضر الإبراهيمي أن يعمل لهم شيئا أنا لا أدري ماذا ينتظرون نحن نعرف الإبراهيمي من العراق ماذا عمل في العراق أنا أريد منهم أن يكونوا في قدر المسؤولية التي تصدوا لها أن يتحملوا مسؤوليتهم أو أن ينزحوا من طريق الشعب السوري الشعب السوري بعد كل هذا الألم لم يعد قادرا على الصبر على حمى العجز التي تصاب بها قيادات المعارضة هذه سيد العزيز بالنسبة إلى لجنة التحقيق الدولية ولجان التقارير التي تقوم بالتحقيق في قضية الغوطة ماذا تتوقعون من هذه اللجان؟ سيدي أنا أنظر القضية أن لجان التحقيق الدولية وكل المنظمات الإنسانية التي تذهب إلى سوريا منظمات حقوق الإنسان الصليب الأحمر منظمات ذات الصبغة الإنسانية تذهب وتتخذ تقارير وكلام منحاز بالأصل يعني الآن لجنة التحقيق الدولية تخرج علينا بالأمس بتقرير بأن كل الأطراف في سوريا ترتكب خروقات في شأن حقوق الإنسان وكل الأطراف في سوريا ترتكب جرائم هذا غباء سياسي منقطع النظير هذا تخلف هذه إعاقة ذهنية هؤلاء لأنهم بالأصل متيرين ضد الشعب السوري طيب أنت تحاسب رئيس دولي اسمه بشار الأسد ما زلت تعترف به بشار رئيس دولي ما زال له مقعد في مجلس الأمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما زال له سفراء حول العالم تزم تقارن الخرق الذي يرتكبه لما يسمى بالقانون الدولي بخلق شخص أو فرد أو إنسان أو مجموعة أشخاص أو حتى قائد لواء مقابل قائد دولي يا دكتور نبيل هذه الموازنة من انطلاقها عندما يخرق إنسان كائنا من كان هذا الإنسان مهما كان موقعه في هذه الثورة عندما يخرق القانون الدولي ويتكلم كلام بحق القانون الدولي وبانك كيمون والأمم المتحدة وحقوق الإنسان وكل عندما يتكلم هذا الفرد كلام كلامه يحسب على فرد ولا يمكن أن يسجل ولا يمكن أن يقال والله زين فلان قال كذا هذا الكلام لا يعقل فيه أمر أنت الآن عندما تأتي لتحاسب بشار الأسد تحاسب مسؤول عن دولة مسؤول عن السوريين جميعا مسؤول عن القانون المحلي مسؤول عن القانون الدولي هذه الطريقة يعني أنت عندما تخرق الأمر منذ البدايات لابد أنك تسمع أشياء عجيبة في النهايات هذه التقارير المنحازة يتصرف أنا لا أقول أنه بين هؤلاء الثور السوريين كلهم ملائكة نزلوا من السماء بشر فيهم من هو مجروح فيهم من هو مضغوط فيهم من انتهك عرضه فيهم من خسر ماله فيهم فيه فيتصرف فرد أو مجموعة ثلاثة أفراد خمس أفراد عشر أفراد يتصرفون بخطأ يرتكبون خطيئة تسجل وتوازن وتحسب على من؟ على الثورة السورية وكأن الآن ما أقوله أنا هنا أنا ما أقوله أنا يحسب عليه يحسب على شخصي أما ما يقوله أي موظف رسمي في الدولة السورية فيحسب على بشار الأسهد يحسب على الحكومة السورية يحسب على الدولة وها هنا هذا الفارق العجيب الذي لا يتنبه إليه هؤلاء الذين كل ما كتبوا تقرير يخرجون علينا ويقولون والله كل الأطراف في سوريا ترتكب مخالفات هذا الكلام لا قانونا ولا عقلا ولا شرعا ولا عرفا يمكن أن يكون كلام مقبول ليس هناك من يرتكب خروقات بحق شعب السوري إلى بشار الأسد لأن هذا هو في موقع طيب أنا ما عندي مندوب في مجلس الآمن اسمه بشار الجعفري يكذب باسمي ليلة نهار ويكذب أمامكم إذ أنتم إذا أردتم أن تكتبوا تقريرا بحق ولم يكن لبشار الأسد إلا خطيئة واحدة هو أن له محامي اسمه بشار الجعفري لكفى له إدانة فهذا المنطق الذي يطالعنا كل يوم كل صباح كل ما كتبوا تقرير وأنه جميع الأطراف يرتكبون المخالفات يكتب الصليب الأحمر قل لك والله جميع الأطراف يرتكبون من هم جميع الأطراف هناك نظام هذه سهلة لكن لو ذهبتم إلى جنيف 2 ولو ذهب قادة الاعتلاف الوطني السوري إلى جنيف ولو اعترض هؤلاء على ما يقوله لافروف أو يقوله الأخضر الإبراهيمي أو يقوله كاري ثق بالله العظيم سيقولون لهم من أنتم اطلعوا بره طبعا اطلعوا بره الشعب السوري هو القضية أخذت مسار الشعب السوري مسارها الصحيح اطلعوا بره يطلعوهم بره الشعب السوري هو الذي سيقول هذا الشعب السوري هو الذي سيقول هذا لا لافروف والإبراهيمي وكاري راح يقولون لهم اطلعوا بره من أنتم لأنهم ضعفاء لو كانوا أقوياء لما أحد يستطيع أن يقوله يقبل بمن يدعي تمثيله أن يذهب إلى جينيف ولا إلى غير جينيف الشعب السوري لن يرضى بهؤلاء من أي شكل سيذهبون إلى جينيف متقطع الرؤوس ويقولون نعم لكل الذين يقودون إذا ذهبوا سيذهبون ليوقعوا عن أنفسهم وليس عن الثورة السورية سيوقعون متقطع الرؤوس لأن الثورة السورية ماضية في طريقها وجنوا على الثورة السورية وجنوا على شعب سوريا أهداف على الشعب السوري من الآن أن يبدأ بعملية قال فانبذ إليهم على سواء انتهى يجب أن تنتهي هذه نحن الآن ثلاثين شهرا قد تعبنا من وراء هذه المؤسسات الخلابية التي لم نحصد من ورائها ما تكلم به وزير خارجية البحرين أمس الأول يعادل نضال المعارضة السورية من البداية إلى الآن والله أنا بالنسبة لي يعني لا أبخسهم حقهم في الكلام هم يتكلمون لكن أنا أسأل عن فعلهم أنا أسأل عن فعل المعارضة هذه المعارضة لم تستطع أن تفعل شيئاً رأساً يجب أن يقول لو أنا لو أنا أنا محايد ما لحق أقول لكن لو أنا رئيس المعارضة السورية إنما تكلم به هؤلاء لسنا معنيين به والمعارضة السورية ستستمر في جهادها ونضالها واليخسأ الخاسئون نعم هكذا أقول هذا كان المنتظر منهم نعم صدقت سيد العزيز تسليم السلاح الروسي أو السوري للغرب بالاتفاق مع إيران هكذا جاءتنا الأخبار أن السلاح السوري سيسلم إلى الغرب بالاتفاق مع إيران وإيران سوف تجعل موضوع السلاح النووي عرضة لهذا الموضوع والمساومة هذا الكلام الخطير تقدم أو شرحه ووضحه أو كشفه مسؤول كبير من طبقة عمار الحكيم أصدقاء عمار الحكيم القائد العراقي معروف وقال أن كل شيء يتم بالتنسيق مع إيران وإن إيران كانت تتوقع أن الضربة على بشار الأسد وإن كانت يعني غير مميتة كما يريدها الأمريكان لكنها كانت كافية لتقضي عليه خلال أسبوع هذه التوقعات الإيرانية وأن عناصر كثيرة قال نصف الجيش الآن المحسوب على بشار الأسد كان سيجد فرصة للإنشقاق وللهرب وبالتالي سيكون العبء كبير جدا على بشار الأسد ولذلك هم قدموا هذا الثمن بالتشاور لذلك أنا قلت وهذه صفقة مع الصهيونية قدموا هذا الثمن لمحافظة على بشار الأسد والآن بشار الأسد عنده فرصة جديدة يستأنف فرصة جديدة للبقاء وهذه الفرصة الجديدة للبقاء الآن يستثمر فيها وستكون إيران والروس إلى جانبه بالمناسبة أيضاً اليوم الروس الشعب الروسي الحقيقة يحتفل بانتصار حقيقي يعتقد أن انتصار دبلوماسي أن حكومته وزارته أو الرئيس بوتين ووزير الخارجية قد حققوه لروسيا وأن روسيا بالفعل استطاعت أن تلعب لعبة سياسية خادعت فيها الغرب عطلت مشاريع الغرب عطلت أهداف الغرب وألقت إليهم كرة من اللهاب الآن أوباما والأولاند والكاميرون هنا الناس في أمر مريج وكل واحد منهم طبعاً يتحدث بطريقة بعضهم يقول نقبل بعضهم يقول ننظر بعضهم يقول نتأمل الحقيقة وبالأمس لما قدمت روسيا مشروعها أو ما سموه خطتها إلى الأمريكان والتي اليوم سيدرسون للاجتماعي إذا سمحتني أشرح جزء من هذه الخطة الخطة كلها ليس لها علاقة بما يجري على الأرض السورية هناك أربع نقاط أساسية في هذه الخطة قال لهم الأمريكان هذه ليست خطة هذه مجرد أفكار لكن لا هي خطة ولا هي أفكار النقاط الأربع الأساسية قالوا أول شيء بشار الأسد بسم سوريا ونحن نقول بشار الأسد منذ 15-3-2011 لا يحق له أن يوقع شيء باسم سوريا قالوا أولاً يسمعني الشعب السوري بشار الأسد سيوقع على معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وبالتالي وتصبح سوريا من الدول الموقعة سوريا كانت قد ربطت توقيعها على هذه الاتفاقية موضوع إسرائيل بتوقيع إسرائيل الآن هذا تنازل لمصلحة إسرائيل 100% أنا الآن أقف ثانياً الخطوة الثانية يقوم بشار الأسد بكشف بيعطي خريطة يحدد فيها أماكن تخزين هذه الأسلحة فين عنده برميل فين عنده جرة فين عنده زجاجة لازم يكون منزلة على خريطة يسلمها للأمم المتحدة والأسلحة البيولوجية أي الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية يفتح لهم كل المستودعات ويضع هذه الخريطة بين أيديهم ثالثاً يسمح لهم بأن يزوروا هذه المواقع وأن يتسلموا الخطوة الرابعة أنهم يقومون بتدمير هذه الأسلحة وفق طبعاً برنامج طويل المدى هذا البرنامج بعض الناس يقولوا 15 سنة هذه الخطة للروسية والآن الغرب عاكف على ديرها ما علاقة هذا الذي نتحدث عنه الآن بما يجري مبارحة 11 قتيل في مستشفى ميداني في منطقة الباب بحلاب اليوم الصبح غاز كيماوي يضرب مرة ثانية على حي جوبر الدمشقي ما علاقة هذا بهذا أنا أتابع رموز المعارضة هؤلاء اللي يقولوا دارسين ومتعلمين ومثقفين ونخب وما أقول لهم يعني ما علاقة هذا بهذا ما علاقة البيض بالبذنجان إيش علاقة ثم هنا يعني حتى لو خرجوا قالوا نقبل أو لا نقبل إيش هذا الكلام نحن الآن في مشروع ثورة لا يمكن أن نكون من الذين يجرون في الركب الأمريكي لم نلحظ حتى الآن موقف جدي أنا أقول وأوعيد كما عالجت أمريكا ملفها عندما تلقت ضربة تحت الحزام اللي بدي يصير قائد معارضة يجب أن يكون قادر على أن يستفيد من الدرس الأمريكي يستفيد من الدرس الأمريكي ليدافع عن شعبه ليدافع عن أطفاله ليدافع عن أبنائه ليدافع عن إخوانه ليس معنا أن تكون رأس المعارضة أن تحصل على شهادة حسن السلوك من الدولة الفلانية نحن شهادات حسن السلوك هذه مزقناها منذ زمن طويل نحن لا ننتظر من أحد من هؤلاء نحن شهادة حسن السلوك بدناها من طفل الغوطة من والده من والدته من أخيه من شقيقته هذه نريد شهادة حسن السلوك من حمزة الخطيب هؤلاء الذين ننتظر منهم شهادات حسن السلوك نحن لا ننتظر شهادة حسن السلوك من أي دولة من دول العالم أو دولة من دول الأرض هذا الدرس يجب أن يفهموا وهم يفهمون عليه ماذا أقصد أنا أسمع إليهم عندما يتحدثون وعندما أرهم يلتفون حول المعاني والكلمات لكي لا تتبلل ثيابهم وهم يسيرون بين النقاط أريد أن أقول بأن شهادة حسن سلوك هي الشهادة التي يمنحها السوريون وليست الشهادة التي يمنحها الآخرون الآن الموقف الروسي وأنا أريد العربي الموقف الروسي اليوم في عندنا روايتين بوتين البارحة ماذا يقول نفس الموقف السوري الكذب والدجل لكن أنا سأعطي للناس مثل بوتين البارحة يقول الذين استخدموا السلاح الكيموي في الغوطة هم الإرهابيون إرهابيون الخارجية الروسية اليوم تقول لدى الخبراء الدوليين اللجنة التحقيق هذه الخارجية الروسية المعلومات المعلومات تؤكد أن الفيديو الذي وزع عن الكيموي في الغوطة كان مفبركا يعني كل هالصور اللي شفناها كانت أبو ثلاث ورقات وكذب واحتيال ومصنوعة في هوليوود وكل هالأطفال اللي رأيناهم مسجيين مصنوعين صورهم في هوليوود هذا رأي الخارجية الروسية أنا فقط أريد المشاهد العادي المسكين مثل حكايتي يقارن كلام بوتين بكلام الخارجية الروسية هذا الكلام ألا يلعن بعضه بعضا ألا ينقض بعضه بعضا إذن إذا كان هذا هذا الموقف الحكومة السورية أيضا بشار الأسد يقول به الوليد المعلم وزير الإعلام هؤلاء الذين يتناقضون في كذيبهم ثم يأتي من بني جلدك والله بقول لك والله الحل السياسي أخي نبيل إيش معنى لها هؤلاء لأنه لما بقول لك أنه إحنا ليس لنا في سوريا كلب أبيض ولا كلب أسود ما بهمه أنه إن يرجعوا يركبوا المعادلة السورية على أي قضية هم الآن اللي مضايقهم أنه نشرات الأخبار تيجيهم لو استطاعوا أنه يقصوا الآن هذا يوم حماء إيش عملوا يوم حماء ما كان عندهم تصوير وبيعفوا كل شيء حتى الآن ما نشروها مذبحة حماء مضى عليها الآن ثلاثة وثلاثين سنة أربعة وثلاثين سنة حتى الآن ما نشرت مهن المصورين والأقبار الصناعية التقطتها ليه؟ ليس من مصلحتهم أن يعرف العالم عن أي جريمة سكتوا هم الآن لو كان بإمكانهم أن يضعوا سوريا تحت مظلة معتمة ويقطعوا أخبار السوريين عن العالم ويوقفوا استخدام الخلويات ويوقفوا استخدام انتشار الفضائيات لكانوا فارحين بذلك وليقالوا لبشر الأسد افعل ما شئت واذبح ما شئت وترك ما شئت أنت مخول بذلك علينا أن نفهم هذا الذي نتحدثون حل سياسي مع من؟ حل سياسي مع الذي قتل السوريين بالغاز الكيماوي هو أو أخوه أو ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن خاله أو أي واحد من أعضاء زمرته حل سياسي مع من؟ يجب أن تكون الأمور واضحة يجب أن تخرج علينا هذا الكلام لا يصلح أن يصدر مني أنا فرد أنا مواطن هذا الكلام يجب أن يصدر عن القيادات التي خطفت قرار المعارضة السورية هذه القيادات التي خطفت قرار المعارضة السورية عليها أن تقف على رؤوس الأشهاد وتقول للأخضر الإبراهيمي وللافروف ولكيري وا 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 الكلام عن حل السياسي صار مشطوب انتهى يجب أن يقال هذا بلهجة رسمية حاسمة ما معنى أن أترك الناس الآن اليوم ريحين على جنيف وأخذهم الأخضر الإبراهيمي ما هو محله من الإعراب الآن وأظن وأظن مش أظن يعني أنا متأكد أن راتب الأخضر الإبراهيمي الآن يدفع من التبرعات التي تجبى لحساب الشعب السوري يجب أن يكون هذا ما حاجتنا نحن بعد بعد مدزرة الغوطة بعد حرب الإبادة ما حاجتنا إلى هؤلاء لماذا مع من هذه المعارضة الصامتة المتلكلكة التي تختبئ وراء الجدر الواطئة لماذا لماذا لا نرى رجالا أقوياء يخرجون على الناس ويقولون نقطة انتهى وانتقلنا انتقلنا إلى مواقع أخرى معارضة قادرة على الفعل قادرة على أن تقتدي بما فعلت أمريكا يوم أصيبت كانت المصيبة الأمريكية كانت الضربة لأمريكا مؤلمة ولكنها ردت بطريقة عملية على ما أصابها ولم تضع رأسها في الرمل كما يفعل الآن المعارضون السوريون الذين تجاوزوا مشكلة الغوطة وهم الآن لعلهم ينتظرون مناسبة أخرى ليخرجوا علينا ببيان آخر يحتجون فيه أو يرتجون فيه أمام وسائل الأعلام سيد العزيز خطاب أوباما الذي تكلم فيه عن المبادرة التي هو يسميها روسية أو أمريكية أو سورية أو إسرائيلية هل أنت مقتنع بما تكلم به أوباما؟ أنا ألخص وأترك المشاهد يأخذ أنا أتي هنا لأشرح هذه المواقف للمشاهدين عبارة واحدة من هذا الخطاب أوباما سنعمل مع روسيا والصين وإيران للوصول إلى قرار أممي للتخلي عن الأسلحة الكيموية في سوريا وبقية الأمور أو هذا الذي يقوله إحنا أيها السوريون نحن ثرنا على بشار الأسد لأنه عنده ترسانة أسلحة كيموية وقدمنا 150 ألف شهيد 200 ألف شهيد ودمرنا نصف عمران بلدنا لأنه بشار الأسد عنده أسلحة كيموية ليس لأنه فاسد وليس لأنه ظالم وليس لأنه مستبد وليس لأنه طاغية ولا لا 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 نحن كل شيء فعلنا لأنه بشار الأسد كان عنده مستودعات فيها أسلحة بيولوجية وأسلحة كيموية والآن السيد أوباما المحترم هذا كلامه وليس كلامي سوف ينشئ لكم تعاونية دولية يقنع فيها الروس والصينيين والإيرانيين وبشار الأسد ويخلصكم من هذه الأسلحة الكيموية وتنتهي للمشكلة تنتهي المشكلة بالنسبة لأوباما لم يعد هناك مشكلة إحنا وين في هذه أين أنا لذلك اليوم أتكلم يعني القضية يعني السكوت عنها والتماهي عنها وهؤلاء المعلقون المنخلعون الذين أراهم يخرجون ويتكلمون باسم الثورة السورية أين هي قضية الشعب السوري أنا ليس لي حق على الأمريكيين وأنا دائما أقول هذا نحن ليس لنا حق على الشعب الأمريكي ولا على الروس ولا على الروس ولا على الفرنسيين ما هو حقنا عليهم لا رحم ولا عقيدة ولا فكرة ولا ولد عم ماذا يربطون لماذا أنا أطالب مواطن أمريكي بالحق بده يشرب كأس الويسكي تبعه يكب بنصه يعطيني حقه ليه هو هيك بحسبها هو هيك بحسب بولك لحساب مين أنا شو بدي به مين هي ما بيعرف إيش هي سورية إيش حقني على المواطن الفرنسي اللي بديشرب كأس شنباني عمران يتنازلي عنه لي مشان يروحي إيش بده الفرنسي بهذه القوط لذلك هم يقولون الآن لحكامهم لما وصلت القضايا إليهم إيش ده إيش دخلنا به يعني مثل الآن أنا لو إجا واحد قلي أخي تنازل عن في المية عشر من مالك من دخلك كذا في مشكلة بكذا دولة أنا مالي سمعان بإسمها ولا بعرف إيش قصة في واحد عب يؤتوا الواحد هناك من الروح نخلصهم إيه بخلك أنا لذلك أنا أقول الوقوف بأبواب هذه الدول بعد أن سمعنا ما سمعنا من شعوبهم في استطاعات الرأي وبعد أن سمعنا ما سمعنا من برلماناتهم في حوارات هذه البرلمانات وبعد أن سمعنا ما سمعنا من ساستهم في مناقشات هؤلاء السياسة أقول الوقوف ببابهم هو بحد ذاته خطيئة خطيئة كبرى ينبغي على قادة الثورة السورية السياسيين هؤلاء أن يعودوا ليعينوا أبناء شعبهم على الانتصار وعلى تحقيق أهدافهم إلى هنا أعزاء المشاهدين نرجو من الساس السوريين الأبطال أن لا يذهبوا إلى جينيف مطاطعي الرؤوس ويوقعون سك الخذران وسك الاستسلام لقادتهم في سوريا إلى هنا أعزاء المشاهدين أشكركم على كرم المتابعة كما أشكر ضيفي المعارض السوري المحترم الأستاذ زهير سالم استودعكم الله والسلام عليكم